طفل صغير لكنه رجل أعمال من الدرجة الأولى عمره ثمان سنوات لكن يكسب ملايين الدولارات السلام عليكم أنا سيما مشتهى وأهلا وسهلا فيكم قبل أن أبدأ لا تنسوا لايك واشترك بالقناة وتفعيل الجرس بدأت قصة الطفل ريان في عام 2015 بعدما شاهد الطفل قنوات على يوتيوب مختصة بألعاب الأطفال وتعريف المتابعين فيها طبعاً بوقتها طلب من والدته أنه يحمل قناة على يوتيوب زي باقي الأطفال ويظهر بمقاطع فيديو خاصة فيه الأهل وافقوا على تأسيس قناة ريان وهالقناة كانت مختصة بشراء أحدث وأجمل الألعاب وفتحها أمام الجمهور بطريقة جميلة وتشويقية وبالفعل بعدما فتح القناة سرعان ما انتشرت بشكل كبير على يوتيوب وحققت ملايين المشاهدات طبعاً ما كان بتوقع الطفل ريان ولا أهله الوصول لهذا الكم من النجاح اكتسب هذا الطفل هو الآن بصف ثالث شهرة كبيرة وعائلته اللي بتعيش في ولاية تيكساس الأمريكية وحقق شهرة واسعة بفضل مقاطع الفيديو الخاصة فيه وهو بعمر أربع سنوات فقط تخيلوا مع الطفل الآن كم بحقق سنوياً أرباح صراحة مش قد تخيلوا المبلغ اللي بيطلعوا بشكل شهري أو بشكل سنوي جنة الطفل ريان كاجي البالغ من العمر تسع سنوات ما يقرب من 30 مليون دولار في عام واحد طبعاً وشو بساوي بمقاطع الفيديو؟ بكل بساطة بقوم هالطفل بفتح سنديق الألعاب أمام الجمهور وتجربة هاي الألعاب وبنزل المقاطع على يوتيوب حتى حصل على لقب مؤثر الأطفال وصار الأعلى دخل للعام الثالث على توالي على مستوى يوتيوب طبعاً الطفل صار رجل أعمال تخيلوا معي أنه قناته صار عليها تقريباً 27 مليون مشترك وأكثر من 44 مليار مشاهدة طبعاً تعتبر قناته القناة الأولى على يوتيوب من حيث عدد المشاهدات يعني 44 مليار مشاهدة تخيلوا كم حققت هاي القناة أرباح في العام الواحد تحقق القناة ما يقارب 30 مليون دولار حالياً يعني ما شاء الله 30 مليون دولار بشكل سنوي ليصبح الأعلى دخلاً خلال العام الجاري بين نجوم يوتيوب يعني صراحة هالمبلغ من الأرباح بالكادر رجال الأعمال في العالم أنهم يصلوا له مش بس كده على فكرة يعني أرباحه من خارج منصة يوتيوب أكتر بكتير من أرباحه من يوتيوب يعني حقق رايان حوالي 200 مليون دولار من إعلانات الألعاب والملابس اللي بيعلن عنها في قناته على يوتيوب وكذلك من مسلسل التلفزيوني اللي بيقوم فيه الآن عائلته أصبحت من أشهر العائلات على يوتيوب واللي غيرت لقبها الحقيقي إلى لقبه على الشاشة كاجي طبعاً العائلة الآن تدير 9 قنوات على يوتيوب لكن قناة عالم رايان هي الأكثر شهرة من بينهم المقطع الأشهر لريان وصل لتنين مليار مشاهدة وطبعاً صار المقطع ضمن الستين مقطع الأكثر مشاهدة على يوتيوب لكن لكل نجاح بيكون محفوف بكتير من المخاطر والمعيقات فالعائلة اليوم بتدفع ثماني شهرة الطفل رايان وعائلته مهددون الآن بالخضوع لتحقيق لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في مزاعم امتناحهم عن الكشف عن رعاة مقاطع الفيديو بشكل سليم الشكوى المقدمة من هيئة مراقبة المستهلك بتقول أنه ما يقرب من 9% من مقاطع الفيديو اللي بيقدمها رايان تتضمن إعلانات لألعاب أو ملابس أو غيرها من المنتجات اللي بتستهدف الأطفال في سن الحضانة يعني الشكوى بتقول أنه أغلب فيديوهات وبكون عليها إعلانات موجهة للأطفال بطريقة غير مباشرة وهالفئة ما بتبيز بين إعلان تجاري وبين المقطع العادي الأطفال قانونا مش لازم يتعرضوا لإعلانات يعني فكرة الشكوى المقدمة ضد رايان بتقول أنه الطفل بيعمل مقاطع فيديو لألعاب معينة كأنها مقاطع عادية لكن هي بالأصل مقاطع فيديو بتحتوي على إعلانات لتشجيع الأطفال على شراء هاي الألعاب اللي بيعرضها رايان وهاي طبعا مخالفة للقوانين والشكوى كمان بتقول أنه رايان بيعلن عن أطعمة غير صحية قد تسبب ضرر للأطفال والطفل بتعرض للإعلانات اللي بيعرضها رايان دون معرفة الأهل بذلك وهذا أيضا مخالف للقانون الطفل الآن أصبح الشخص الأكثر شهرة على يوتيوب وهذا بيدفع الشركات اليوم تتقرب من رايان حتى يلعب ألعاب هاي الشركات وتزيد مبيعات الشركة ويحققوا ملايين الأرباح وطبعا كل هاي الإعلان بيأخذ عليها رايان ملايين الدولارات يعني الطفل الآن أصبح علامة تجارية وأي شيء بيستخدمه وأي لعبة بيلعبها بتحقق ملايين المبيعات على مستوى العالم رايان صار يأثر بشكل كبير بالأطفال وأصبح هو الآن متهم أنه الأطفال بيقلدوه والأطفال الآن بيطلبوا من أهليهم يعملوا لهم نفس الشغلات اللي بتعملها عائلة رايان لإبنهم وأصبحوا مقلدين إلوه بشكل كبير سواء بحركات أو بالألعاب اللي بيلعبها وتقليده بكل شيء بيعملوا بفيديوهاته على يوتيوب طبعا قناة الطفل رايان كانت بالبداية بتعرض فيديوهات لفتح سنديق الألعاب واللعب فيها وفتح الهدايا أمام الكاميرا والتعليق على هاي الهدايا لكن القناة تطورت بشكل كبير جدا وأصبحت تقدم الآن المزيد من مقاطع الفيديو التعليمية بالإضافة إلى الألعاب كما تأمل الأسرة في توسيع عالم رايان ليصل إلى الجمهور العالمي بتصوير مقاطع مصورة باللغتين الأسبانية واليابانية يعني من الآخر بدي يغزو العالم أكثر زي ما حكيت لكم هالطفل صار علامة تجارية فهو بعرض مجموعة من الألعاب والملابس وكمان السلع المنزلية اللي بتحمل علامة رايان وطبعا هاي المنتجات كلها بتحقق ملايين مبيعات وفي الوقت الحالي توسعت شهرة الطفل خارج قناته على يوتيوب وأطلق فرشة ومعجون أسنان بتحمل اسمه وبتحقق ملايين المبيعات حول العالم وصار كمان إلو برنامج تلفزيوني منفصل على قناة أمريكية قدش في أطفال حول العالم بتمنوا أنهم يحققوا نجاح مثل رايان وحتى يوتيوبرز كبار ما قدروا يحققوا اللي حققوا الطفل في خمس سنوات فقط اكتبونا بالتعليقات مين فيكم بتمنى يصل للي وصلوا رايان أكيد الكل ومين تابع مقاطع فيديو قبل هيك لرايان أكيد وصلت لجميع الناس حول العالم وبهيك بنكون وصلنا لختم فيديو اليوم لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء